اليوم 19 يناير 1916 اليوم ده كان يوم انعقاد اول جامعية عمومية في تاريخ النادي الاهلي زي ما سجلت محاضر مجلس الادارة كمان كان يوم اعتماد قانون النادي الجديد اللي عمله عبدالخالق ثروت باشا البعض حيسأل هنا هو مش النادي له ليحة عملت سنة 1908 ليه اتعملت ليحة جديدة ايوا ده صحيح لكن ليحة 1908 اتعملت قبل افتتاح النادي سنة 1909 ومن يوم افتتاح النادي حصلت احداث ومتغيرات وخلال سبع سنوات من يوم افتتاح النادي والحد سنة 1916 مؤكد ان تجربة اللجنة العليا في ادارة النادي كشفت الكتير والكتير من القصور في الليحة القديمة لان الممارسة على الارض هي اللي بتوضح السجرات المطلوب علاجها لائحيا الليحة الجديدة علجت جوانب القصور اللي ظهرت في الوقت ده ومن جوانب القصور اللي علجتها الليحة ظهور اهمية وجود لجنة تنفيذية حددت الليحة اختصاصاتها وسلطاتها في مرأبة الالعاب والحفلات الرياضية واختيار موظف النادي وتعديل لوائح تنظيم الالعاب فقررت الليحة ما يلي الجمعية العمومية مختصة دون غيرها بالنظر في المسائل الاتية اولا انتخاب اللجنة العليا للنادي على ان تختار اللجنة العليا احد اعضائها للرئاسة واخر للوكالة ويكون من اختصاص اللجنة العليا اختيار امين الصندوق وسكرتير النادي كان نظام وقتها ان الجمعية العمومية للنادي بتنتخب اعضاء اللجنة العليا اللي هي مجلس الادارة وبعد كده اعضاء اللجنة العليا يختاروا بينهم الرئيس والوكيل ثانيا انتخاب اللجنة التنفيذية وتتكون من 12 عضوا بينهم امين الصندوق وسكرتير النادي ثالثا انتخاب اللجنة المالية ودي اللجنة اللي بترائب ارادات ومصرفات النادي وبعد اعتماد قانون النادي الجديد اجريت الانتخابات انتخابات اختيار اللجنة العليا واللجنة التنفيذية واللجنة المالية ويوم 9 فبراير 1916 اجتمع اعضاء اللجنة العليا المنتخبين ليختاروا من بينهم رئيس النادي ووكيل واختاروا عبدالخالق ثروت باشا رئيس النادي وجعفر ولي باشا وكيل للنادي اليوم ده شهد الظهور الاول لجعفر ولي باشا في تاريخ النادي الاهلي من اليوم ده بدأ تاريخ كديد للنادي الاهلي تاريخ مشرف ومهم جدا هنعرفوا لو احيانا واحياكم ربنا من الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة